اشتركوا في القناة ما صلناها في المسجد ولكن اول جمعة مسموح التنقل والتجوال ومش مسموح الصلاة يعني كان شعور فعلا غريب لدى المواطن الاردني انه بقدر يطلع من بيته وبيقدر يطلع بسيارته كمان وبيقدر يروح وين ما بده وبيقدر يروح ورحلة مع عيلته وبيقدر يروح على المول وبيقدر يودي ولاده على الالعاب بقدر يعني يعمل اي شيء يطلع الشمال على منتزهات دبين وبيقدر روح على منتزه غمدان وبيقدر يروح على المول وين ما كان بس ما بقدر يدخل جوه الجامع ليه لانه الجامع مغلق ليه لانه في جوه كورونا بس جوه كل هذه الامور الثانية ما في كورونا يعني كان مش منطق صراحة يعني الناس كانت مقدر اغلاق المساجد في المرحلة الاولى وحتى في يعني بحجة الاغلاء الحظر الشامل اغلاق المساجد يعني كان الواحد على مضض مع انه يعني احنا بعد اتضاح امر كورونا اكثر كنا ضد فكرة الاغلاقات بشكل عام لانها بتأثر على ارزاق الناس وارزاق المواطنين وكنا برضو فكرة اغلاق المساجد وحتى في لما تم اغلاقها لما تم يعني طولوا في الاغلاق طلبنا في فتح المساجد من باب انه خلاص الامور صارت واضحة وزيما فتحتوا كل شيء افتحوا المساجد لكن الان في هذه المرحلة حقيقة كان اصعب يوم يوم الجمعة هذا يوم الجمعة الماضي وكان شعور غريب شعور غريب الان الفكرة ليست يعني عبارة عن اعتراض من اجل الاعتراض او اتهام لوزارة الاوقاف او الوزير نفسه او موضوع يعني اتهام في الدين ولا اتهام في الاجتهاد ولا اتهام في الموضوع لا ابدا مش موضوع اتهامات ولا موضوع اشخاص ولكن يعني من حق المواطن الاردني ان يكون لك حكومة تستمع له وتستمع لمطلبه اللي اصبح يعبر عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وعبر وسائل الاعلام انه لا لا اغلاق المساجد افتحوا المساجد للأسباب عديدة وكثيرة جزء منه اللي انا ذكرته وخلال سياق الحلقة سنتحدث مع اهل اختصاص طبي طبي مع احد الاطباء العريقين جدا في الاردن واللي سنتحدث ونتناقش معه عن يعني مسألة فتح المساجد من ناحية طبية ومن ناحية علمية وكيف العالم يدير هذا الملف وما هي توصياته للحكومة في الاردن بهذا الملف بالتحديد حتى ما يكون الكلام عاطفي او معارضة من اجل معارضة او انتقاد من اجل انتقاد لا احنا نحكي عن امور علمية وطبية وبالتالي الناس لا خايفة على حالة وخايفة من هذا المرض مش موضوع انه في ناس حرين يعني اللي بدي حكي لك كل الكورونا مؤامرة ماشي الحال ولكن يعني عشان انا ابدأ خاطب الرسمي اللي بسمعنا الان بان المسألة لها مرجعية طبية والعديد من الاطباء الثقات ومش واحد واثنين مش اراء شافة وانما هي يعني اراء رصينة ومقدرة وجزء منهم مسؤولين وجزء منهم وزراء يعني اللي بحكي لكم الاطباء اللي حكوا اللي لا يروا هناك داعي طبي باغلاق المساجد اذا اذا انا ما بدي احكي انه في داعي سياسي وفي داعي ثقافي وفي سياقات محلية واقليمية ولكن يصبح من حق الناس ان تربط كيف ما تريد اذا الرأي الطبي انتو عرضتوه وخالفتوه اذا ايش في رأي اخر غير طبدي شو هو الناس راح تصير يتحلل الناس راح تصير يتحلل راح تصير تربط ببساطة فاذا اردتو اغلاق هذا الباب فاما ان يكون لك توضيح وتبيان ومناظرة واستماح لوجهات النظر ان يعني تقدم اراءها ويا بتقنعوا يا بتقتنعوا او انه انتو يعني مصررين لدوافع اخرى الله اعلم مهن نقطة ملف اخر خلال ايام الماضية كان في تصريح لمسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة دكتور عدنان اسحق نظرية الضبع اعتقد انه معظمكم سمع فيها هو حكى في لقاء تلفزيوني بانه وضعنا الان في البلد زي ضبع دخل على دارك فاحنا ما راح نغلق حدودنا وبالتالي اذا ما ضبع يدخل على دارك ما راح تغلق باب البيت عشان تعطيه مجال انه يهرب ويطلع برا وشبه هذا الموضوع بالكورونا انه احنا ما راح نغلق الحدود عشان خلص خليها تدخل وتطلع وهكذا كان تشبيهه الان وفق بالتشبيه ما وفق اعتقد انه لم يوفق اعتقد انه لم يوفق وكان الكلام مش في مكانه الصحيح في حديث عن كورونا وعن بلد وعن اجراءات وعن تبرير لكن وبالتالي كان يستوجب اعتذار كان يستوجب تصحيح كان يعني فيه كثير اجراءات ممكن القيام بها في هذا الاطار وهو فيه سياق هذا التصريح اللي انا بحكيلي ما كانش في مكانه الصحيح ابدا يعني ولا كان مقنع وفيه لما تحكي مع الاردنيين برضو الواحد يكون حذر لانه الشعب واعي ومثقف وما بيرضب اي رواية خاصة يعني الدكتور عدنان اسحاق هو موظف في وزارة الصحة لكن المواطن لما يسمعه بيشوف ان الحكومة هي بتحكي قاعدة هذه الحكومة كلها بتحكي ووزارة الصحة بتحكي والرأي الرسمي بيحكي وبالتالي لاجب ان يكونوا لك حذر وتروي ولكن ولكن هل هذا اول خطأ واول تشبيه خاطئ وبنشف بموت هذا ما كانش تشبيه ولم يكون موفقا من نفس وزير الصحة الذي قام بسحب ملف الكورونا من الدكتور عدنان اسحاق عقابا له على نظرية على مثاله هذا اللي سمي نظرية الضبع انا بشوف انه الاجراء كان يعني قاسي مع الدكتور عدنان كونه منعزل ومنفصل هسا لو كل مسؤول باللغة العامية بيعق بيخطأ بيجيب مثال ما لهش علاقة بيقع باي مطب بتصريح او بتصرف كله يعاقب ماشي اذا انت دكتور عدنان مش مش استثناء زي قصة الفساد في الاردن لما يمسكوا فاسد بيكون فاسد فعلا فاسد بيطلعوا يزلموا جماعته وقرائبه وعشيرته وانتقدوا صح احنا ننتقد هذا التصرف لكن هو وجهة نظرهم بتكون انه شمعنا تركته كل الاردن وبلشته بقرابتنا اما بيكون فيه منظومة كاملة بنا نحاسب ونعاقب كل الفاسدين في الاردن ومن ضمنهم قرابتي او ما تبلشوش بقرابتي لحاله لانه هذه تصفية حسابات الان اللي بيصار مع الدكتور عدنان حقيقة بعد تراكم غير عادي من الاخطاء يعني يصبح عليه علامات استفهام انا ما بدي اوقف لا مع الدكتور عدنان ولا ضده وهو كان متعاون كان يطلع معنا على الشاشة ولكن انا بقول انه اخطأ اخطأ مية بالمية لكن العقوبة هذه السريعة اللي كانت عليه هل هي تصفية حسابات ايضا شخصية لانه انا ارى اذا بده يتعاقب دكتور عدنان في كثير ناس اولى بالعقاب قبله مش دفاع عن الدكتور عدنان زي مثال اخر لما تم اقالة وزير الزراعة في بداية ملف الكورونا هنا في الاردن دكتور ابراهيم الشحاحدي مش دفاع عن مهندس يمكن ابراهيم الشحاحدي ولا بعرف ولا ولكن ولا اني بدأ اراد دافع عن مسؤوله لكن انا اعتقد انه كان موقتها ملف التصريحات وتم اقالته ما كانش هو المسؤول الوحيد اذا انا بدي احس انه الان فيه عقاب اقل العقاب يكون عادل وشفاف ونزيه وشامل للكل ونبدأ بالكبير وبعدين نوصل للجميع لكن لما يكون بس بدنا نصفي نخطأ او نحاسب بس شخص واحد اذا انا بدي احلل انه يكون تصفية حسابات يعني موضوع ابراهيم الشحادة في وزارة الزراعة ما كانش المسؤول الوحيد عن موضوع التصريح وكان فيه وزراء شركاء وكان يحكي عنهم اكثر منه ولكن اتفاجأنا انه تم الاكتفاء باقالة هذا الوزير والان يتم اعفاء دكتور عدنان اسحاق من مهامه بملف الكورونا عنوى اولى بدنا نروح لها فكرة ايضا اخرى عنوى اولى اللي بيخطأ بتصريح وانا مع دائما محاسبة المسؤول حتى اللي بيخطأ بتصريح ولكن تكون محاسبة شاملة للجميع اللي بيخطأ بتصريح ولي بيخطأ بقرار وبإجراء كم قرار كان خاطئ في ملف الكورونا ونتج عن هذا الخطأ ويلات ويلات نتج عنه كم حدث ولا حرج تخبط وأخطاء متتالية كانت لماذا لا يتم المحاسبة اذا احنا في عنا بقاموسنا في الادارة الحكومية مصطلح المحاسبة محاسبة المخطئ والمقصر مدام عندنا هذا المصطلح وهذا المفهوم وبتطبق مرات طيب ليش ما بتطبق دائما طيب انو اخطر على الاردن خطأ هذا المثال للدكتور عدنان اسحاق مثال الدكتور عدنان اسحاق ويمكن الناس تقولك والله كان مثال منطقي بديش ادخل بهذه الجدلية لكن انو اخطر على الاردن ونتج عن الاردن يعني من امور سلبية هذا التصريح وما تبعه ولا التقصير اللي كان في الحدود واللي نتج عنه دخول الفيروس عبر حدود جابر ثم باقي الحدود العميري وكذا واللي اصلا لو لا دخول الفيروس لما اصبحت لدينا هذه الجولة الجديدة من مواجهة الكورونا وازدياد عدد الحالات ولا ما تم يعني ضرب هذا المثال من الدكتور عدن اسحاق يعني انو راح نسمح للحدود القادمين من الحدود انهم يدخلوا كون الفيروس صار عندنا ليش صار عندنا لانو كان فيه سبب رئيسي التقصير على الحدود التقصير على الحدود مسؤول عنه وزراء معروفين يعني فيش داعي اسميهم وزراء ومسؤولين كبار مين اللي يتحاسب فيهم ولا واحد مين اللي يقيل ولا واحد انو اخطر التقصير في الحدود ولا تصريح ومثال عدنان اسحاق اذا في انتقائية وهذا الانتقائية مشكلة المشكلات في الاردن مشكلة الانتقائية في محاسبة المسؤولين في محاسبة الفاسدين في كذا ما فيه سلم واحد ينطبق على الجميع لذلك المواطن في بعضه حتى القرارات كل مرة قرار يقول لك بعدين في ناس طب مش عجبهم عجبا يعني المواطن مش عجب العجب إذا هيك اعترضوا إذا هيك لأنه مش شعر فيه ثقة مش شعر انه اللي بصدر القرار عارف شو هو هذا القرار وشو تبعاته وكيف رح ينعكس ببساطة وانعدام الثقة مشكلتها لا يتحملها لمواطن الأردني ولا يتحملها برضو عمر الرزاز شخصيا ولا سعد جابر ولا عدنان إسحاق ولكن هي منظومة والجميع صار عليها ولم يسعى إلى تغييرها فلذلك نحن نتحدث عن مشكلة هذا المنظومة النهج لذلك نقول المشكلة ليس بأسماء لا مشكلة الصحة بسعد جابر ولا مشكلة الأوقاف بالدكتور محمد خلايل ولا ما بنحكي عن أسماء ما بهمنا الأسماء هذه أشخاص محترمين مواطنين على العين والرأس لكن نحن نتحدث عن المسؤولين ومن يضع هذا النهج هذا المسار الذي يصير عليه أي مسؤول كانت سين ولا صاد ولا عين ولا زين على كل سأكتفي وأذهب إلى تفاصيل خلال سياق الحلقة في مجموعة من هذه الملفات فتفضلوا مشاهدين الكرام بالبقاء معنا